فيربما الإنسان يتمنى شيء فاق وهو الشر وربما الإنسان يكره أن ننعه الشر وهو الخير قال الله تبارك وتعالى وعسى تكره شيئا وهو خير لكم وعسى تفكره شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنكم لا تعدمون لذلك يقول سيدنا عبدالله الضرور رجبان تبارك وتعالى عدو قال إن الإنسان يستخير الله فيهدوله فيسخف عدو البيه فلا يلمس إلا أن ينفر في العاقبة وربما الإنسان لا يصدخه إلا أنه غيرا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولو اتبسط الله رزقا لعباده لتفره في الأرض ولهذا ينزل من قدره لا يشاء إنه بعباده خفير بصير فربما الإنسان لا يصدخه إلا الفقر وربما الإنسان لا يصدخه إلا أنه غيرا لذلك شواهد كثيرة في آيات القرآن الكريم تدري أو تثبت حال الذين فصلت الله لهم في الرزق فكان سببا لفسادهم منهم أصحاب الجنتين في سورة الجهف وأصحاب القرية في سورة الجهف والرجل الذي عاد الله لإلا أنه الله يفضل ليصدخلنا وليكون من الصالحين والقصة في سورة الدوبة وقصة أهل سبب وقصة فارون في سورة القصص وقصة أصحاب القنم أصحاب الجنة في سورة القنم وغيرهم وغيرهم إذا يقول أبو عقائل السكندري في جديد فلوبما أعقاك فمنعك وربما منعك فأعقاك